السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو هنتعرف مع بعض على ضمائر الفاعل والتي تسمى باللغة الإنجليزية سبجيكت بروناون هنتعرف أيضا على صفات الملكية والتي تسمى بوسيسيف آجيكتفز وعلى ضمائر الملكية والتي تسمى بوسيسيف بروناون وقبل ما أبدأ بهذا الفيديو باتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بالقسم الأول من قاعدتنا وهي ضمائر الفاعل هنا لدينا ضمائر الفاعل وضمائر الفاعل هي الضمائر التي تحل محل الفاعل ومنها آي وتعني أنا هي هو شي هي إت لغير العاقل سواء ذكر أو أنثى وي نحن يو أنت أو أنتي أو يو أنتم وأنتن وأخيرا دي هم أو هن إذن هذه جميعها تسمى سبجيكت بروناونز وسنتعرف أيضا أي من ضمائر الفاعل هذه تأتي مع آم وأيها تأتي مع إز وأيها تأتي مع آر دائما ضمير الفاعل آي يأتي مع البرب إذن دائما نقول آي آم ودائما ضمائر الفاعل هي وشي وإت تأتي مع البرب تو بي إز يعني دائما نقول هي إز شي إز إت إز وضمائر الفاعل we you you they دائما تأتي مع البرب تو بي are فنقول we are you are you are وthey are والآن سأعطيكم أمثلة على السبجيكت بروناونز عندما تأتي مع البرب تو بي السبجيكت بروناون آي قلنا دائما يأتي مع آم فنقول I am a boy I am a girl واختصار I am هو I am وتكتب بهذه الطريقة مثال آخر هنا السبجيكت بروناون هي ويعني هو للمذكر العاقل يأتي معه دائما إز فنقول he is بوي واختصار he is هي he's he's المثال التالي she she تعني هي للمؤنث العاقل وأيضا تأتي دائما معها البرب تو بي is فنقول she is girl هي فتاة واختصار she is she's وتكتب بهذه الطريقة it تستخدم هي وهو لغير العاقل يعني ممكن أن نقول it is dog dog هنا غير عاقل it is an apple apple هنا أيضا لغير العاقل دائما it تأخذ معها البرب to be is واختصار it is هو it's وهنا subject pronoun we قلنا دائما we تأتي معها are فنقول we are friends نحن أصدقاء واختصار we are هي we're وتكتب بهذه الطريقة وهنا لدينا subject pronoun you ويعني إما أنت أو أنت دائما يأتي معها البرب to be are فنقول you are smart سواء للمذكر أو للمؤنث واختصار you are هي you're وأيضا you تستخدم للجمع فنقول أنتم أو أنتن you are playing وقلنا دائما أن you تأتي معها البرب to be are واختصارها أيضا you're أنتم تلعبون وأخيرا لدينا subject pronoun أو ضمير الفاعل they ويعني هم أو هن وأيضا يأتي معه البرب to be are فنقول they are friends هم أصدقاء أو هن صديقات واختصار they are هي there إذن subject pronouns هي I he she it we you أو you للجمع وthey وجميعها تحل محل الفاعل subject pronouns تعني ضمائر الفاعل لأنها ضمير يحل محل الفاعل ننتقل الآن إلى هنا سأشرح صفات الملكية وضمائر الملكية سويا مع بعضهم البعض وأوضح ما الفرق بين صفات الملكية وضمائر الملكية أولا عندما أقول صفة الصفة دائما تحتاج إلى اسم بعدها تصفه وهذا ما يحصل مع صفات الملكية جميع الكلمات الدالة على صفات الملكية يجب أن يتبعها الاسم ولكن ليس اسما موصوفا إنما الاسم المملوك الذي نمتلكه أما ضمائر الملكية فلا يتبعها أي اسم إنما الشيء الذي نمتلكه يأتي قبله وليس بعده إذن ضمائر الملكية دائما تأتي في نهاية الجملة لا يأتي بعدها أي اسم هذا هو الفرق ما بين صفات الملكية وضمائر الملكية الآن سنتعرف على الكلمات الدالة على صفات الملكية والكلمات الدالة على ضمائر الملكية الكلمات التي تدل على صفات الملكية هي أما الكلمات الدالة على ضمائر الملكية هي إذن تصبح هنا يور تصبح يورز نلاحظ أنه يوجد اس في نهاية كلمة يور هز هي نفسها هز هير أيضا نضيف اس فتصبح هيرز اتس هي نفسها اتس اور تصبح اورز دير تصبح ديرز إذن نلاحظ أن ضمائر الملكية جميعها في نهايتها اس نحفظها أنه جميعها في نهايتها اس فلا تحتاج أن يأتي بعدها أي كلمة لوجود الاس في نهاية كل كلمة ما عدا كلمة ماين فهي كلمة كبيرة أيضا لا تحتاج إلى كلمة بعدها دائما صفات الملكية تحتاج أن يأتي اسم بعدها وهو الاسم الذي نمتلكه مثلا نقول this is my car my car إذن الشيء الذي نمتلكه يأتي بعد صفة الملكية my أما هنا في ضمائر الملكية فنقول this car is mine إذن الشيء الذي نمتلكه يأتي قبل ضمير الملكية وضمير الملكية يأتي في نهاية الجملة لا يتبعه أي اسم إذن نقول this car is mine نرى مثالا آخر هنا نقول في صفات الملكية that is here car that is here car إذن جاء صفة الملكية بعده الإسم الذي نمتلكه أما في ضمائر الملكية فهير تصبح here's فنقول this car is here's بدأنا وقلنا this car الشيء الذي نمتلكه ثم قلنا أنه لها this car is here's أن هذه السيارة لها ولا يأتي بعدها أي اسم إنما يأتي الإسم الذي نمتلكه قبلها نرى مثالا آخر عندما نقول this is your bag your bag هنا صفة ملكية your جاء بعدها الشيء الذي نمتلكه أما في ضمير الملكية فيصبح yours يأتي في نهاية الجملة فتصبح الجملة this bag is yours هذه الحقيبة لك أو لكي مثال آخر عندما نقول this is his bag his bag هذه حقيبته his للمذكر إذن حقيبته هو طيب إذا أردنا أن نقول أن هذه الحقيبة له فنقول this bag is his this bag is his مثال آخر عندما نستخدم its bag its لغير العاقل نقول this is its bag هنا استخدمنا صفة الملكية its لأنه تبعها الشيء الذي نمتلكها أما إذا أردنا أن نستخدم ضمير الملكية its أيضا فسيأتي في نهاية الجملة والشيء الذي نمتلكه يأتي قبلها فنقول this bag is its هذه الحقيبة لها للغير العاقل نرى مثال آخر لـ our عندما نقول our bag حقيبتنا this is our bag أما إذا أردنا أن نستخدم ضمير الملكية فسيصبح ours ونبدأ this bag is ours هذه الحقيبة لنا ومثالا أخير عندما نريد أن نستخدم صفة الملكية their فنقول this is their bag حقيبتهم هم أما إذا أردنا أن نستخدم ضمير الملكية فسيصبح theirs وسيأتي في نهاية الجملة فنقول this bag is theirs إذن هذا هو الفرق ما بين صفات الملكية وضمائر الملكية سأضع لكم الآن جدولا يوضح ضمائر الفاعل وصفات الملكية وضمائر الملكية هنا لدينا الجدول يوجد لدينا ضمائر الفاعل هذه جميعها ضمائر الفاعل وما يقابلها من صفات الملكية وقلنا أن صفات الملكية هذه دائما تأتي بعدها الإسم الذي نمتلكه وما يقابلها أيضا من ضمائر الملكية وقلنا أن ضمائر الملكية لا يأتي بعدها الإسم إنما يأتي قبلها وهي تأتي في نهاية الجمل إذن هذا كل شيء بالنسبة لضمائر الفاعل وضمائر الملكية وصفات الملكية أتمنى إذا عجبكم الفيديو إنكم تنزل أسفل الفيديو تضغطوا على زر اللايك لا تنسوا إنكم تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا